السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الباحثين طبعاً عدنا مشكلة واجهتنا يعني أغلب الباحثين رسلوني عليها وأني أيضاً واجهتني أنا أغلب الفيديوهات اللي هي عبارة عن حلول مشاكل مو سلسلة متواصلة عن برامج هي عبارة عن مشاكل أنا أواجهها داخل البحث العلمي وبعد فترة وجيزة ممكن تتأين كانت الفترة الطول أحلها أحب أنه هاي المشكلة رأساً أن أزلها فيديو حتى يعني كأن يكون شخصاً ما تواجهه ما يأخذ وقت مثل ما أنا أخذت وقت يلا حليتها دائماً بأغلب البحث الحديثة أنه حتى يسوي مبارج مقارنة يستخدم طريقة البوكس بلوت وهي طريقة جداً مشهورة هاي اللي لاحظ هنا هاي السباحث ديسوي أن البوكس بلوت يسمونا وكشتر حتى يبين الـ Special Temporal Variation of Rainful Anything يعني لاحظ هنا هاي البيزينات مالتي هاي اللي كذا موسم هاي اللي كذا موسم هاي اللي كذا موسم تمام؟ وهنا مبيني على جهة واحدة يعني السيريز مالتي اللي هي عبارة عن عدد هاي البيزينات أو المحطات أو المحافظات وهنا الـ Y axis عبارة عن عمود واحد هذا الشر راح أقدر أرسمه أنا صراحة بالبداية كنت شنو مشتغلت هالشكل النوان عندي أربع بيزينات لكل بيزين الفترة مالتي كانت من 1981 إلى 2021 1981 إلى 2021 تمام عيني؟ فالشم سوي لكل بيزين المطبعة الـ Weight Season فهاي أربع بيزينات Weight Season هاي أربع بيزينات Dry Season وهاي أربع بيزينات الأنوان مالتهم فكنت أتوقع أنه أرسمهم بهذا الشكل هذا راح أوضح لكم يا فلما تجي أنت تريد ترسمة تريد تكون تخلي كل هاي الرسومات تظهر برسم واحد يسمونها تخصيص مربعات الشارت اللي أنت أي طريقة راح تستخدمها لكن الطرق الحديثة يستخدمون طريقة البوكس اللي هي هاي بالإدراج نعفو هنا البوكس و ويسكر فهاي الطريقة جدا مثل ما نقول متطورة وتستخدم من قبل الباحثين يعني أغلب البحوث الحديثة حاليا المنشورة أظن السيفيا سبرينجر غيرها أنه يستخدمون هاي الطرق فشلون أنا أمثلهم صراحة كنت أتوقع أنه تمثيلها أخذ هذا الديتا اللي هي الويت الأول وأرسمه أوكي هي الرسم لكن من أجي أقول لي أنسيرت وأنطي أوكي نورمال الرسم لكن أردار فقويات ثانية ما أقدر أرفق فما كنت أعرف صراحة طريقة الرسم الصحيحة شنو هي ولا أكس ولا هاي فطريقة الرسم الصحيحة من التربون ترسموني فيه شطريقة هي هاي الطريقة الصحيحة راح نجيش نسوي أنا عندي كم فصل أريد أبينهن عندي ثلاث مواسم اللي هو الموسم الرضي يعني أي أن كان أنا سدي أحجي على هاي الحالة أنت حسب الحالة اللي عندك ويت سيزون رايس سيزون أنوال أريدهم بالمحور الأفقي فأثبتني هنا شو تسوي أنت تسويهن على مراحل تمام؟ يعني كم مرحلة أنت مثلا على ثلاث مراحل مرحلتين أربع مراحل نجي فوق شو تخلي؟ تخلي الصبيزنات هسانو تخلي هنا صبيزن كم صبيزن بقسم المنطقة؟ أجي على هنا هنا عندي أنا الصبيزن وهاي عندي أحتاج قيم هواي ليش؟ أن هذا البوكس بلوت حتى يرسم لا يرسم بقيمة واحدة إذا سويتها بقيمة واحدة قبل شوية رسمتها بقيمة واحدة يعني حاولت أنطي مثلا لاحظ هسل هو مثل الرسمي بس هذا بس هذا وأقل له سوي له بوكس بلوت بس لاحظ حتى تعرف أنت الخطأ وين الخلل وين لاحظ لا عفو هذا هنا أكو لا سوينا لمثلا شون نقول هذا فقط هذا لاحظ هنا هنا سنختار insert رسم واحد لا أكو طريقة أنه من الرسمة من أنطي رسم يبث لي نقطة لأنه ما يريد قيمة واحدة فقط وأنما شنو يريد؟ يريد عدة قيم لأن هذا البوكس الواحد يعني تمثيل إذا تدخل عليه تقرأ عنه راح يمطيك إلى تمثيل يعني هاي النقطة الوسطية مثلك الميديوم هاي النقطة الماكسموم هاي المنموم أكو نقطة مثلك الأوتر هذا الربع يعني 3D كوادرزك هذا الفيرست فلازم يحتوي على عرب فيحتاج عرب من القيم حتى يرسم لك هاي النتيجة تمام؟ فشت سوى أنت ما تفيدك هاي الطريقة أنه تحط قيمة واحدة أو هاي فقسمت الصبي زناك تجيلي هنا بعد ما قسمتهن نجي هنا عندي هاي السعارة من السنوات فشون أدخل مع تعاملوا يهان؟ أنا تقريبا هنا عندي أربعين سنة فسوتين الأربعين سنة قسمتين على أربع مراحل يعني عشرة عشرة أخذت كل عشرة لاحظ هنا قسمتين طلعتين أفرج واحد هذا الأربع أول أربعة أفرج الويت لأنها نزلت هنا أفرج الويت هذا حتى بس أسوي لك ألوان حتى تلاحظ أنه هذا أفرج الويت هذا الأفرج الثاني ما للدراي سويته يعني سحبتين من الرئيسي سحبتين من الرئيسي سحبتين من الرئيسي ذاك اللي يفوت سنوات عدة سنة لأن عدة أربعين سنة فلازم أقسم منه على بارتات حتى يطلع الرسم برتب ما للبوكس بلوت فشنو أسوي على ذندي هزاي الأفرجات الأخيرة حطيتني هنا هذا الويت والدراي هنا آخر سنوات قبلهم كذلك فقسمت الرئيسيات أخذت عشر سنوات عشر سنوات من أخذت هين حسبتلهم الأفرج هذا الأفرج هو اللي نزلته هذا الجلول يعني هذا الأول أول عشر سنوات الويت ونفسه أول عشر سنوات الدراي والأول عشر سنوات الأنوال تمام؟ أرجع للثاني أيضاً الثاني عشر سنوات الويد ثاني عشر سنوات الدراي الأنوال بعد ما أكمل ذني كلهن أروح شنو أسوي أختار هذا الرسم أختاره كله أسلكهن أختيار الـ Selected ، هنا أقل له Insert ، أمطي الرسم ، لاحظ؟ الرسم إذا أفضل طريقة أنت عن طريقة تقدر ترسم الـ Chart مثل ما نسمي لحظة نقدر نرسم الـ Chart ، وعندما رسمته مسبقاً رئيساً أقول له Delete حتى أوضح لك يعني واجهت العديد من.. يعني أنا شخصياً واجهتني هاي المشكلة يعني تقريباً أخذت أربعة أيام وبحث يعني تعرفون هاي الطرق نوعاً ما حديثة فمتلاقيها بسهولة بالأكسل، بالبحث أو غيرها فتحتاج وقت فهي نوعاً ما الفيديوهات دا أنشرها أنا باللغة العربية راح السهل عليك هواي أمور وبالمناسبة تعتبر هاي طرقة البوكس بلوت من الطرق الحديثة جداً تستخدم بالبروث والأطاريح وغيرها فنجي هاي الرسم الأول هذا يمثل لك هاي لا زمانة بين الليجنز حتى يعرف هذا الشخص الأول أي باحث يجي يقرأ الباحث يعرف هاي البوكس شين يمثله بكل مرحلة يا بيزن شين يمثل هذا ستي مودين غيرها فأروح على الضغط على الرسم نفسه أروح على الديزاين شارت أروح على الآد شارت شين عند الليجنز يعني أخليه أنا راح أخليه إليك بالأعلى توب لاحظ هاي مين جابهن السب بيزن 1 سب بيزن 2 سب بيزن 3 سب بيزن 4 جابهن منا من التسميات اللي بالأعلى تمام عيني؟ بقد هسه فقط عملية ترتيب نهائية للشارت هسه هذا مثلاً ما أحتاجه آني إذا مثلاً تريد تسوي مخرجاته نفس مخرجات البحث اللي موجودة هنا فهذا ما تحتاجه تلقائياً تقول لدليت تحذفه وبقت إنه مثلاً كأخراج نهائي مثلاً هسه هاي الخطوط الداخلية أريد أحذفها مجرد ما تسلكها أنت تختارها اختيار اعتيادي وتقدر تحذفها أو تخليها يعني هسه لاحظ هنا أقول نولاين خلاص راحت فأقدر بهاي الطريقة أقلل الألمنت أزيد يعني من هاي الأمور أقدر هنا مثلاً ما خليه انتهى بالصفر عن طيفة ألمنت أكثر يعني هذا هسه بالتكس أوبشن أنا روح أتعامل ويا عن إنه أكس أوبشن من هنائي أقول لي إنه هنا مثلاً الصفر لأ أقل له مثلاً خليه بلش من سالب مثلاً أو بوينت خمسة حتى تظهر القيم تسعد شوية نحو الأعلى فسالب أو بوينت ثلاثة خلي نشوف بالله القيم رفعة القيم نحو الأعلى هسه بقت القيم الداخلية هنا هنا ثلاثة أوكي نورمال أقدر أقلل بعد مثلاً 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 ثلاثة أسوي 2.8 مثل ما تلاحظ هنا ثلاثة 2.85 هسه شو سوي بعد ما هاي أروح على وحدة وحدة أعدل بيها أروح على اللاين مالتها أبين اللاين الخاص بيها مثلاً أي طريقة أو أريد مثلاً هاي لاحظ هنا أكو طريقة هنا يسموها الغريد أسابين الكوبياها دائماً يستخدموها يعني أنه أنا مثلاً ما يسموها طريقة تهشير هاي لاحظ عندك منطق عدة بارتات أنه تهشر الجسم من الداخل يعني بوقت هاي النتائج النهائية يعني الإخراج النهائي عبارة عن ترتيب يعني شي تريدي شون أنت تخرج بهذه الألوان أسود أبيض غيره مهشر بس هي هاي الطريقة الصحيحة اللي إحنا نعتبرها حتى نرسم أو نسمي تقسيم مربعات التخصيص للرسم باستخدام طريقة البوكس بلوت إن شاء الله راح نزلكم الفيديو كامل مع الصورة النهائية إليه أنا مجرد راح أسوي تعديل بسيط حلل الإخراج مالتها وهنا أنا تقدر تتحكم بيهن كذلك من هنا تقدر تضيف أيضاً أكس أكسس أفقي إلها تختار هنا الأكسس تايتل تختار مثلاً تضيف الأكس أكسس مثلاً هنا تضيف قيم الرينفول الرينفول مثلاً الديتا مثلاً بالمليم وغيرها وتقدر تكمل الرسم بهذه الطريقة إن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم ويحل عديد من مشاكل الباحثين أتقيكم بفيديوهات أخرى أيضاً راح تكون عبارة عن مشاكل بحثية ونحاول نعالجها بالطرقة الممكنة دمتم بأمان الله وحفظه ولا تنسون الاشتراك بالقناة بتحاولون تدعمونا وتنطوها ولازم لاكم الباحثين على الأقل إن شاء الله يستفادون من عدها ترجمة نانسي قنقر